عودة وحديث القاهرة وحديث السوشال ميديا النهاردة مختلف بمين مبارح كان لدينا حدث عظيم ففيه بصمة رقمية لما حدث من مبارح حد النهاردة مع خالد البرماوي أهلا بك كريم أهلا بك خالد بصماتك الرقمية فرجنا لا اليوم كان لسه مكمل نحس من الحدث إحنا بوصي بقى أن حوالي أسبوع بنشتغل على تحليل رقم المحتوىات كتيرة زي قناة سويس اشتغلنا عليها الحدث اللي ليه علاقة بنقل المميوات اشتغلنا على داتا بحيث نحلل ايه اللي حصل خلينا نكلم على بشكل عام على ايه اللي حصل النهاردة اليوم كان نعبار عن ايه ثم ندخل بعونق على البصمة الرقمية لموكب نقل المميوات عندنا أول حاجة اهتمت بها السوشال ميديا هما النجوم أسماء الناس اللي اهتمت بها السوشال ميديا وبحثت عنها خلال الحدث وزير السياحة وخيد النبوي منازكي وهند صبري ونسمى محجوب العزفة والمطربة ومحمد منير وميرال مهليان وردوى البحيري وآية الغرياني وفي لقطات تانية ليه علاقة بالمعبد اليهودي وفيلم خالد النبوي واختفاء سوسن بدر أو عدم زغرة الحالة الصحية للفنان الكبير الموسيقار هاني مهنة كانت برضو من دبن اهتمام السوشال ميديا صراع الهدفين ما بين محمد صلاح وهاريكين نجم جاب جنين بس محمد صلاح صلاح بجون ليه مشايف اميرا سليم هنا رغم انها كانت لفق النظر جدا ممكن يكون مبارح وعربيا الحدث الابرز هو الاحداث الاردن ثم عيد الفصح كل سنة وكل اصدقائنا في الغرب وفي امريكا وكل المسيحين الغربيين او الكاثوليك اه الكاثوليك خلينا نتكلم على ايه اهم حاجة اهتمت بيه الناس على السوشال ميديا فيما اتعلق بالحدث ويه اللاطات اللي لفتت نظر الناس دي الخريطة اللي نقدر نقول عليها دي النجوم الاكثر بحتا احنا هنا ما بنقيمش ولا بنرصد ولا بنختار احنا بنتكلم بناءا على السيرش على جوجل بناءا على تويتر بناءا على الفيسبوك دي الوجوه او الاشخاص او المحتويات الاكثر بحسا واهتماما والحاجة الحلوة انه كلها انطباعات جيدة في اغلبها يعني لأول مرة على فكرة البحث عن شخص وزير السياحة ووزير السياحة والاثار واسمه لان عنده تاريخ على فكرة تاريخ علمي محترم جدا وعالم فالناس بحثت عنه بشكل كبير جدا خالد النبوي كان الاهتمام به الفيلم اللي عمله الاداء والثبات واللغة وكمان الكوفيات اللي كان لابسها برضو اثارت اهتمام الناس مونة زكي والماسترسين لعملته لما فتحت الباب بتاع المتحف الانطلاق لاجدادنا الملوك يا عدو هند صبري ووجودها ومشاركتها هند صبري عملت كمان على فكرة تغريدة على تويتر كانت من الاكتر انتشارا في العالم وحطت صور اه وحطت صور ليه على انستجرام وكان انا انا في اعتقاد ان كان في حالة من الخجل عند بعض الناس اللي هم حطوا علامات السفام على وجود هند صبري وانا في اعتقاد الحدث رد وكتير جدا لا انت كانوا فاهمين ان الهند صبري هي الشخصية المصرية اللي هتبقى موجودة لا وهنا جزء من عظمة مصر يا دي جزء من عظمة مصر وجود هند صبري وجود غيرها نسمى محجوب طبعا وادها الابراري العظيم محمد منير والوجه الجديد ميرال اللي كانت بتقود موكب مين ميرال دي بقى ميرال دي فتاة مصرية خارجة اعلام جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا والله اعتقد وشغالة موضل وحساب على انستجرام تقريبا زد يجي دعف اه واعتقد كانت شركة فيجازة عمل فني كمان يعني اه شركة اه شركة صح شركة مع محمد امام في حاجة ردوة البحيري العازفة ذات القوام الصلب شوف ظهرها شوف ادائها وشوف الجرافيكس اللي تم عليها دي جامل بقى حفيق بقى يعني العين والبصة كانت لفتت نظر ايا الغرياني زملتنا كانت مزيعة انا فقارة وناس ثم انتقلت الى اعتقد دي ام سي طيب دي بالنسبة للنجوم تعال نشوف اللعطات اول حاجة احنا بنتكلم على ان حدث كان رقم واحد لا خلينا نشوف بس الرقم احنا كنا مبارح قلنا ان هو رقم اتنين عالميا اي الغرياني في الحياة اه في الحياة دلوقتي احنا بنتكلم على رقم واحد بالضبط في الساعة عشرة من عشرة الى احداشر بالليل ليلة امس كان موكب المميوات الملكية هو رقم واحد عالميا اوكي هو كان ما بين رقم واحد لتلات اه باللغة العربية ما دي برضو انا هاجي فيها بعدين بالتحليل احنا اه احنا رقم واحد بس الهاشتاج العربي اي ما كانش فيه هاشتاج انجليزي منتشر كان فيه اكتر من حاجة هنبص عليها ونشوفها لكن ما كانش فيه حاجة وده كاننا نتمنى ان يبقى فيه نوع من انواع الدعاية والانفاق المصبع طيب ايه اكتر الحسابات اللي غردت وايه اكتر التويتات انتشارا اكتر تغريدات انتشارا على مستوى العالم اوكي اللي ليه علاقة بالحدث نيويورك تايمز كانت من ضمن الستوري تاحها او الخبر اللي عملته او التغريدة واشنطن باست كمان سكاي سكاي نيوز سكاي نيوز كانت برضو من تم يعني مثلا عاملة 1266 فابريت او تفضيل اوكي ده حسابات الاشخاص والقطات اللي خدوها ياريت نجري عشان بس نلحن نجيب البصمة اه نلحن نجيب البصمة ماشي سكاي الانجليزية وسكاي الرياضي اعطاها وسكاي الرياضي اعطاها والمقارنة ما بين صور قديمة وجديدة علي مدان التحرير واهتمام الناس بالتفاصيل اه ده تعمل عليك راف من زميل وده مدان التحرير قبل وبعد اوكي وفكرة عايز اقول لكم فيه بحث كبير كتير جدا على اللغة الهيروغرافية والغنى باللغة الهيروغرافية وكتير جدا من الناس بدأت انا واحد من الناس انا يعني عملت بحث على الحروف وكتير جدا بدأت تتعامل عين الصيرة قبل وبعد اللقطات كانت اهتمام السوشيال ميديا برضو من دبنا الحاجات اللي اهتمت بها السوشيال ميديا كمان شوف المنظر مش ممكن النقلة والله يا عمار يا مصري يعني الجزيرة انجلش والجزيرة مباشرة عملت لقطة كده برضو ايه في الخبس كيه شوية اكيد فعملتي يعني الجزيرة مثلا انجلش دي كانت برضو متغردها المنتشرة بأمانة كان بيكلم على فكرة ان الحدث كلف ملايين يعني احط في جملة مفيدة ان الحدث وهو اهتمام عالمي دول اخر ناس يكلموا عن الانفاق حدث بالملايين دول بينفقوا على الجمال في الصحراء وبيكلمون عن انفاق على مميوات بس عايز اقول لا استغرب يعني لا التغريدة دي وكمان على الفيسبوك حطوا جزيرة مباشرة بس ردود الفعل اللي دخلت وعلقت سوتهم خرافية لما بتتكلم على حسابهم طبيعي انه عنده دائرة كبيرة جدا من الجماهير الموالية ليه لكن لما تلاقي ان اغلب التعليقات يعني فيه بوستة عندهم عمل حاجة واربعين الف بس التعليقات اللي كانت موجودة اغلبها كلها بترد خلينا ناخد الجرافيك بقى اللي احنا بنكلم عليه هو البصمة ايه اللي حصل في الاربعة وعشرين ساعة الاخيرة لما الحدث بدأ طيب دي ابرز الاسئلة اللي جات على زهن العالم في الاربعة وعشرين ساعة اليوم من علاقة بالحدث العبارة احنا مترجمين على فكرة يعني ده مش باللغة العربية دي ايد باللغة الانجليزية دي اكتر الكلمات او الابحاس او الكي ووردز اللي بحس عنها العالم مصر جاءت ثم جاءت تاريخ الموكب ده بمصر محافظة القاهرة ورئاسة مصر ده مترجم محاف المصري البث المباشر الناس كلها كانت حريصة انها تتابعوا الموكب ارد جوشن الوصايا العشر لاني برضو كان اخد بالك ده الحدث اصار اهتمام الناس يدوروا على الفرعون وارد جوشن ويوسف وموسى وكل القصص دي كلها على مستوى انا بكلم على مستوى الغرب انه بدأ يبقى فيه اهتمام بغض النظر ان فيه روايات قد نقبلها او لا لكن الاهتمام بمصر مصر وكل ما مرتبط بيها من ديانات طيب عندنا احنا عملنا تحليل لاكتر التغريدات انتشارا في الاربعة وشرين ساعة الاخيرة احنا بنتكلم على جراف احنا بنتكلم على واحد وستين مليون شخص وصلت اليوم تغريدات ليها علاقة باللغة الانجليزية بس ليها علاقة بالحدث واحد وستين مليون شخص 18000 اه احنا بنتكلم في الاربعة وشرين ساعة اه باللغة الانجليزية بس بنتكلم على تمانية وستين مرة زهور مليون اه تمانية وستين مرة زهور اعادة تغريد لأ ما كانش بالمليون دي ده ده خصو اعادة تغريد مش بالمليون اه كان خمسة وعشرين الف اه 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 والحفظ في المفضلات كان تمانية وثمانين الف مش مليون طيب خلينا ناخد اكثر الحسابات الاعلامية نشاطا عايزين نشوف مين المواقع الإعلامية أو اللي هي علاقة بالمحتوى اللي هي محسوبة إذا أشخاص عندنا بي بي سي وورد دي كانت رقم واحد عملت 143 تغريدة وعدد تغريد اللي هي علاقة بالحدث سكاي نيوز 83 دافن أوبي والجزيرة إنجلش وبعد الحسابات لأشخاص الحاجة المصرية الوحيدة اللي بالإنجلش كانت موجودة في القائمة كان حساب اسمه إيجي بروجيكت وفيه برضو حساب تاني على فكرة بتاع إيجيب توداي مجالة إيجيب توداي ودي برضو من ضمن الحياة المهمة جدا يا خادر اللي احنا نبص عليها الحدث كان عظيم بما لا يدع مجال الشك لكن المحتويات اللي باللغة الإنجليزية ما قبل الحدث وجود هاشتاج باسم الحدث وجود حسابات كتيرة يعني لو احنا كنا مثلا ندعينا 20-30 من أهم 100 مؤثر يريد نشوف المؤثرين مين أكثر المؤثرين اللي شاركوا لو كانوا جوم وشاركوا معنا وبدأوا يعملوا محتويات كأنها تفرق كتير جدا معنا فيه فنانين موجودين يعني هند صبري موجودة من ضمن القيمة على فكرة واروى جودة طيب احنا عندنا فنانين كتير ومؤثرين كتير جدا وبيجيلوا اللغة الإنجليزية بس أنا محتاجة بل لازم يغردوا بالإنجليز بالمبدري وابدأ من قبلها بيومين ثلاثة فالديجيتال كمبين ما لشيو احنا بنعمل متحف الكبير إن شاء الله نعمل ده نعمل بقى تحليل لردود الفعل وردود الفعل دي كانت إيه؟ مع الحدث ولا ضد الحدث حبة الحدث ولا كرهيته نعمل على الملايين دي كلها من التغريدات خد بالك فهي يعني استبيان واستفتاء يعني طبعا أحسن من كده مفيش خلاص احنا عرف الناس كتبت احنا عندنا 24 ده 24 و3 من 10 في المية بيقولوا إنها عظيمة بيقولوا إنها عظيمة الربع تقريبا بيقولوا إنها عظيمة ربع التغريدات اللي هي حاجة وستين مليون اي قدام والتلت بيقول إنها جيدة و33 و3 من 10 بيقول إنها جيدة و38 و3 من 10 محيدين بيقلوا الخبر بس بالضبط هو بييرتويت خبر بيقول إن فيه افتتاح افتتاح كذا كذا موكب ده بالنسبة للتويتر هو بيراه إنه خبر محيد اي السيء او لو ما شايفين حدث سيء او هجموه او انتقدوه تلاتة وسبعة من عشر انا في اتقاد الرقم يعني لا يذكر لا يذكر طبعا طيب ده بالنسبة للحدث وبالنسبة الارقام اللي ليه خلينا نتكلم على مصر مصر خلاص الوقتي خلص اقول يعني اقول احنا بتكلم على مصر حضارة مصر اي على الانترنت موجودة ازاي ايه المواقع ويه الحسابات انا فيش وقت يعني دي مثلا دي ترجمة ليه اكتر الجمل المربوطة بمصر على الانترنت بالضبط على مصر القديمة خريط مصر القديمة وفن مصر القديمة وديانة مصر القديمة دي حدي مترجمة دي مش بلغة العربية واهرامات مصر القديمة وطاريخ مصر القديمة دي اكتر الكلمات طب ايه المواقع اللي بتظهر للناس لما بتدور على مصر لما بنيجي نتكلم على القوة النعمة لمصر اي يعني معناها ان احنا لازم نصحصح ونشوف ايه المواقع دي وايه المحتوى اللي بتقوله وهل المحتوى ده بيقول أنا مش بقول إنه هو بيجاملنا بس هو بيقول الرواية السليمة ولا وفقا لمعلمات منضبطة ولا لأ علم المصريات هو مش علم شخصي لشعب مصري وعلم العالم كله لكن مع ذلك لازم نشارك في المواقع دي المواقع العشرة الأوائل ليس فيهم موقع مصري عن الحضارة مصرية بشكل عام مفهومش ولا موقع مصري منين ومنين عندنا مثلا ويكيبيديا عندنا موقع اسمه هاستوري بتاع تاريخ معروف عندنا ناشونال جغرافيك كيدز وناشونال جغرافيك العادية احنا حطين القائمة دي يعني ياريت لو نعرضها آه ستوان فونت دايق شوية فالعشر مواقع هي مش مواقع هي ما بتقولش حاجة وحشة على فكرة يعني بأمانة لكن هي مفهاش الرواية المصرية مش محتوى مصري معينة ويكيبيديا تقدر تدخل عليها وتسجل لأنت عايزة منها مثلا موقع شخصي لواحد مشهور جدا بيعمل جرافيك وبيعمل محتوى وفيجوال ليه علاقة بمصر وبيبيعه في العالم كله بتاع انشانت ايجيبت اه اعتقد اسمه هو اسمه مارك اه اه صح صحيح اسمه مارك نسيت اسم طيب طيب ده بالنسبة لأبرز عندك دي عملنا مقارنة طيب المقارنة بين الملوك قلنا بقى تعالى نتخين الملوك دي ليهم حسابات وانا تمنى يكونوا ليهم حسابات وقعية يعني يكون في حساب في التوت عن خامون اه التوت عن خامون يكونوا في حسابات والحساب ده بيغرر تاريخه وصوره او الجرافيك اللي معمول وارقام عملنا مقارنة ما بين الملك رمسيس والملك سيتي والملك امنحطب والملك تحتمص طبعا رمسيس اعلى بكتير جدا رقم واحد ويليه سيتي ثم يليه امنحطب ثم تحتمص دي بالنسبة للأعلى طبعا لنا مقارنة ما بين رمسيس وحاتشبسوت على اساس ان دول اكتر الاسماء وجودا وانتشارا وبحثا واهتماما على العالم الرقمي يمكن في الكتب احنا هنا مش بنقيم تاريخيا وانكن رمسيس التاني طبعا تاريخيا يعني من ضمن الاسماء العظيمة طبعا وحاتشبسوت طبعا مثلا ملكتي مثلا ليها تأتي لانها بنت ملك وزوجة ملك وابن وولدة ملك وحفيدة كمان رمسيس مين فيه طبعا رمسيس التاني التاني اه بس احنا عملنا رمسيس بشكل عام اه 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 طبعا رمسيس وحاتشبسوت طبعا رمسيس يكسب اه اه عملنا كمان مقارنة ايه الدول ايه الدول الاكتر بحثا واهتماما وده برضو يهمنا جدا في مجال السياحة هل في دولة بالنسبة لكم مثلا متوقعينها في القايمة احنا القايمة من رقم واحد من اللي مين يعني استراليا اه ودائما على فكرة استراليا وكندا احنا موجودين فيهم ازا اهتمام وازا بحث وازا موضوعات امريكا رقم ثلاثة انا مستغرب ان فرنسا جاي متأخرة اه ونيوزيلاندا يعني كنت طبعا الفرنسا تسبقها اه بس اخذ بالك ليه علاقة كمان بعدد السكان وبرضو باللغة احنا برضو اخذ بالك عشان نكون امنا احنا عملنا باللغة الانجليزية عشان نعمل لكل لغات ده محتاج وقت نفسي نعمله ان شاء الله بس احنا بنحاول على ده مناظر ان احنا في عمل في البصمة الرقمية بناخد عينات من البيانات بحيث نعرف احنا فين من العالم ده احنا على الارض وعا التاريخ موجودين لكن على الانترنت موجودين بأي نسبة والجميل ان احنا بالرؤية دي او بالخريطة اللي بنعرضها دي بنصلح بالمصار يعني ما حدث ويمكن تفديه وجعله افضل وافضل في الحدث القادم لمصر ان شاء الله نقل الفرعون الدهبي للمتحف المصر الكبير وانتبعوا هنا في حديث القاهرة سوا اكيد هيتم تفديه خالد احنا نشكرك جدا على التحليل الرقمي والبصمة الرقمية العظيم نشكرك يا خالد على هذا الجهد الكبير نشوفك بكرة بإذن الله هنطلع فاصل بعد الفاصل سنعود اليكم عن لها رأي اخر لها رأي اخر النهاردة مع الاستاذة نهاد ابو كنصان هنناقش قضية ضرب الزوجات ليه الراجل ممكن يضرب الست ليه الست ممكن تقبل ده وتعيش طب لو الست ضربت ايه حقوقها هتاخد حقها ازاي هل من حق الراجل انه يضرب الست ايه العقوبة المتوقعة اذا امرأة راحت اشتكت جزها لانه ضربها اسئلة كتيرة هتبقى بدايتها من قصصكم النهاردة على غرفتنا في الكلاب هاوس الموجودة هنستقبل رسائلكو احنا موجودين معاكو على صفحة القيارة والناس على فيسبوك احنا موجودين ايضا على الشاشة هنستقبل تليفوناتكو احنا موجودين على حاجة تانية كمان موجودين على اليوتيوب على كل وفاقل التواصل الاجتماعي مباشر لا مش كلها يعني ما عندنا ناس على تويتر لا تويتر مش هاشتاج بس اه حديث الاخرارة وطبعا هنطرح الاسئلة اللي هتجلنا على اللايف بتاع الفيسبوك اللي هيكون موجود معنا طول الوقت وعلى الكلاب هاوس هنكون موجودين سؤال وجواب مع الأستاذ نهاد أبو القمصان اللي هتكون موجودة هنا في انتظار كل حكاياتكو عشان ترد عليها ونشوف رأيه بعد يبقى فاصل ونرجع هنا ولها رأيه آخر